رغم تقدم الذي أحرزته الحكومة في مجال الإعمار ومكافحات الفساد تبقى بحاجة إلى دعم سياسي تستند عليه بعملها تقييم البرنامج الحكومي ووتيرة سيره حتى الآن نتابعه معا في هذا التقرير 68% هي النسبة التي خرج بها تقرير اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق برنامج الحكومة الحالية المشكلة من ائتلاف إدارة الدولة فاعتماد التقييم لعمل حكومة السودان جاء استنادا إلى حجم الإنجاز للمشاريع وبمختلف المجالات يجب الاحتماد على معيار الإنجاز دون الضغط السياسي أو دون المعاكس السياسية 68% هي نسبة ربما قد تكون لم تحصل في السابق على اعتبار أن هناك كثير من التراكمات وأعتقد إذا أردنا أن نتقدم بهذه النسبة يجب أن يكون هناك دعم سياسي متوفر للسطة التنفيذية في ملف الاقتصادي والاستثمار ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات عملت الحكومة الحالية منذ بداية تنصيبها وتقدمت كثيرا حتى وصلت لهذه الدرجة من التقييم العالي بتنفيذ خططها ومشاريعها أي على عكس تعويلات الإخثاق التي كانت تراهن على حصولها جهات وتيارات سياسية من خلال متابعتنا لهذا المحور هناك فعلا أمور إيجابية بهذا المجال من خلال الإعمار من خلال الخدمات من خلال بعض البرامج التي قدمت بها الحكومة ملفات الفساد وملفات متابعة المحربين لأموال ويؤكد مراقبون أن عملية إتمام ما تبقى من فقرات في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني قبل انتهاء عمرها يتطلب دعما سياسيا مفتوحا يسهل من حراكها في إتمام مشاريعها الكبيرة التي تتحدث دائما عن أهميتها في تطوير مستقبل البلد أحمد ليث بغداد قناة رابعة